حط الازازة في البلاعة فكرة جهنمية هتحللك اكبر مشكلة بتواجهك سباك ابن حلال قال لي عليها. يلا يا بنات صلى على رسول الله في الكومنتات وقولي لي بتتابعيني منين الفيديو دي فيه كزا فكرة ان شاء الله تستفادي بكل فكرة في الفيديو. اول فكرة معايا النهاردة حط اللمون على البوتجاز هتتصدم من النتيجة. كل اللي احنا هنعمله هنشغل البوتجاز بتاعنا نسخنه كويس جدا لحد العين ما تسخن كويس اوي وبعدين نطف عليه. طبعا العين دلوقتي زخنة اوي انا شلتها. وبعد كده جبت نص لمونة عصرتها في المكان اللي بيطلع الغاز. المكان ده عايز اقول لكم بيتسدي يا جماعة لو انت بتقلي اي حاجة فيها زيوت او كده بينزل في رواصب كتير جدا لازم تسلكيه بالطريقة دي كل اسبوع مرة واحدة بصوا شايفين كمية الرواسب اللي طلعت من تنظيف العين عايزك تعمل الفكرة دي مرة واحدة بس في الاسبوع هتخلي الغاز عندك قوي جدا وحتخلي النار عالية جدا بصوا بعد ما قدت النار بقى ونضفت العين النار طحفة جدا وعالية جدا. ياريت لو عجبتك الفكرة تحطيه لي لايك وشايراه الاسحابي. خلت مبارح اخد الشاور بتاعي اتعكني انت اخر عكنانة واخر مزايقة جيت رابطة كيس في الدوش وطلعت. جبت بقى طبعه واحطيت فيه معلقة من الملح وضفت عليه نص لمونة او لمونة كاملة الموجود عندك ينفع معانا. كمان ضفت معايا هنا ربع فنجام من الخل وضفت كوباية ونص من المية. اعدت اقلب بقى كويس جدا لازم ادوي بالملح كويس وضيف المكونات بالترتيب زي ما انا قلتلك كده. اخر حاجة هتضفيها هو البيكنج بودر. وببدأ اقلبه علشان الرغوة بتاعته لو ضفتيه في الاول مش هتلاقي الرغوة دي. بعد كده بقى معايا كيس جبت الكيس اسامة الكمية دي على جزئين عشان انا عندي دوشين في الحمام بتاعي. حطيتك شوية في كيس وشوية في الكيس التاني. وروحت بقى على الدوش. بصوا يا جماعة شايفين المية ضعيفة ازاي? المية ضعيفة جدا 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 ومش بتنزل المية بسهولة وضعيفة اوي. ايه الحل بقى? ان انت بتاخد الخلطة اللي انا عملتها دي. وبتربطيها كده في الدوش بالشكل ده. وحاول ان انت تربطي الكيس كويس اوي ان هو يلمس الدوش والاخرام بتاعة الدوش بالشكل ده. بفضل اربط فيه كده ولمه لفوق لحد ما المية دي تبقى لمسها فتحات الدوش. وهكزلك برضو عملت فيه الدوش التاني عشان انا عندي دوشين في الكمية دي لدوشيه. وربطتوا كده وسبتوا يعني يفضل ان احنا نسيبهم ايه? يعني من بالليل كده لحد الصبح. يعني اتناشر ساعة على الاقل. بصوا قمية الرواصب يا جماعة اللي نزلت من الدوش. بصوا قمية الرواصب اللي نزلت من المية. بجد بجد يعني فكرة رهيبة. استهل فيها عشرة من عشرة كومنتات كتير. شايروا الفيديو ده. تعالوا نشوف بقى قوة المية بتاعتنا بقت عاملة ازاي? بصوا يا جماعة ركزوا في قوة المية. بجد مش ممكن. مش ممكن المية بجد بصوا. شايفين? ادي دوش و ادي التاني المية بقت قوتها فزيعة فزيعة فزيعة. لازم تجربوها. حطولي لايك ومتنسوش تسالة ع الرسول لا في كومنتاتها سالتوا ع الرسول لا ولا لا? طيب هنشوف فكرتنا بقى الاساسية اللي بجد فزيعة فزيعة وخدمتني جدا جدا سباك ابن حلال قال لي عليها. هتجيب ازازة وحتبدأي تقصيها بالشكل ده. هاخد الجزء اللي تحت ده. واخد الازازة وهي مقفولة. ما تفتحياش. تمام? هاخد الجزء اللي تحت ده بالشكل ده. دي القطعة اللي انا محتاجة. ومعايا هنا بقى ايه? معايا هنا مصمار سخنته على النار. حشكشك كده الازازة. واعمل اخرام مفتحات كتير. وعندي برضو غطى الازازة هيعمل تلات او اربع اخرام بالشكل ده. ويلا بينا بقى نروح على البلعة بتاعتنا. هنعمل ايه? هنحط ده في البلعة. ليه بقى? علشان السراصير والهموش وكمان الروايح الكريهة. دي بقى مش هتطلع لك ولا سرصار ولا ريحة كريهة من البلعة.